جير بي دورسون جير بي دورسون بهذا الصدد يبدو أنها أثمرت انفراجا في تشكيل اللجنة الدستورية المنوط بها وضع دستور جديد للبلاد تجري على أساسه الانتخابات بعدما عرقل النظام طويلا إنجاز هذه الخطوة النظام اتخذ من اعتراضه على أسماء من المجتمع المدني السوري سبيلا إلى تعطيل مهمة الأمم المتحدة لكن بي دورسون وبحسب مصادر مطالعة استطاع إقناع النظام بتجاوز هذه المسألة كاسبا موافقته على الأسماء التي اعترض عليها بعد زيارة دمشق من المقرر أن يلتقي بي دورسون وفدا مصغرا من هيئة التفاوض التي تمثل المعارضة السورية في سياق مساعي الأمم المتحدة لحل معضلة تشكيل اللجنة المتوقع أن يعلن عنها الشهر المقبل في مدينة جينيف السويسرية مصادر في المعارضة كشفت عن جملة من النقاط ستكون على طاولة التباحث بين وفد هيئة التفاوض والمبعوث الأممي أبرزها رئاسة اللجنة الدستورية وآلية التصويت عليها ومرجعيتها مبدأ اللجنة الدستورية يعد نتاج مؤتمر سوتشي الذي عقد مطلع عام 2018 بحضور وفد موسع يمثل النظام والموالين له والبعض من قادة المعارضة المتباينة المواقف ويفترض أن تتألف اللجنة من 150 عضوا ثلثهم من المعارضة وثلث آخر من النظام السوري فيما الثلث الأخير من المجتمع المدني السوري أطراف مراقبة لا تبدي كثيرا من التفاؤل بمهمة بي دورسون وذلك لوجود خلافات جذرية بين الطرفين فالمعارضة تريد دستورا جديدا يقلص صلاحيات رئيس الجمهورية ويدفع باتجاه اعتماد نظام برلماني والنظام يصر على إجراء تعديلات على دستوره الذي وضعه في عام 2012 ويمنح الرئيس صلاحيات مطلقة